المناعة المجتمعية المناعة المجتمعية دعوة الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا للمواطنين والمقيمين ضمن الفئة العمرية البالغة أربعين عاماً فما فوق بمواصلة الإقبال على الجرعة المنشطة حصدت استجابة كبيرة منذ أن أعلن الفريق الوطني الطبي في آخر مؤتمر صحفي له عن هدفه الجديد في استكمال تطعيم خمسة وتسعين ألفاً ممن تنطبق عليهم شروط أخذ الجرعة المنشطة ضمن هذه الفئة حتى يوم الأربعاء الرابع من أغسطس مائة وستة وستين ألفاً وتسعمائة وستة وعشرين شخصاً مقارنة بمائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثين شخصاً حتى التاسع والعشرين من يوليو مما يعني تحصين أكثر من ثلاثة وثلاثين ألفاً خلال أسبوع واحد فقط وبهذا المعدل فأننا نحتاج إلى أقل من ثلاثة أسابيع للوصول إلى الهدف المنشود وهو تطعيم مائتين وأربعة وخمسين ألفاً وثمانمائة وسبعين شخصاً ليتم بعدها اتخاذ قرار الانتقال للمستوى المقبل ضمن الإشارة الضوئية أننا لم نسجل أي نوع من المضاعفات أو الأعراض الجانبية لدى جميع الحاصلين على الجرعة المنشطة وإن وجدت فإنها كانت جداً بسيطة وذكرناها أنها لها علاقة بجميع أنواع التطعيمات التي ممكن أن نأخذها ممكن يصيب كالألم في موضع الحق أو الصداع ويمكن استخدام أي نوع من المسكنات الألم البسيطة لها هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة ولم يستدعي دخول أي حالة إلى المستشفى بين من أكمل أربعة عشر يوماً بعد الحصول على الجرعة المنشطة التي تسعى إلى تعزيز النتائج التي وصلت إليها المملكة خلال المرحلة السابقة في تحقيق المناعة المجتمعية ترجمة نانسي قنقر